السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم انا واخد قرد والحمد لله ماشي كويس والظروف بقت كويسة جدا في الشغل الحمد لله بس ناس كتيرة بتقول حرام وانا بقول انا واخد القرد عشان عشان الشغل مش عشان حاجة تانية ده كده حرام فعلا ولا ايه وجزاكم الله خير طبعا انا عايز بس اقول ان السؤال ده ما بيتكلمش على قرد ولكن بيتكلم على تمويل واحد كان عنده مشروع والمشروع ده محتاج لتمويل فرح اخذ الموال من البنك بضمان هذا المشروع وعمل دراسة جدوى فاخذ الاموال دي بضمانات وبدراسة جدوى وبشوية عشاء يبقى هو ايه اللي حصل يبقى البنك ده وتدخل باعتباره ممولا لهذا النشاط لهذا العمل يعني ايه باعتباره ممولا يعني البنك كأنه دخل في شراكة مع صاحب مع حضرتك يعني ايه دخل في شراكة الشريك بيحصل على ربح من شركتي نعم والبنك كذلك سيحصل على ربح ممن المال الذي اعطاه لك الذي هو في الحقيقة ليس مالا من قبيل القرض ولكن قبيل التمويل انه مول هذا الامر وكان من قبيل الشراكة وخلي بالك أن قلت من قبيل الشراكة وليس من قبيل الشركة الشركة ده عقد فقه له شروط لا ده من قبيل الشراكة زي شراكة المضاربين زي شراكة كل الناس اللي بيدخله في تعاون على الوصول إلى نتيجة دي كلها اسمها شراكات يبقى إذن المال الذي أخذته من قبيل التمويل وهذا عقد صحيح هذه معاملة صحيحة وليس فيها حرمة وما فيها الشبهة أنت خدت الفلوس وحطتها في المشروع اللي أنت قدمت دراسة جدوى ليه وقدمت كمان ليه كمان كل البيانات اللي تثبت أن أنت قادر على أنك أنت ترجع الفلوس الباقي وفي الأية أنت مش بترجع الفلوس قد ما أنت بتسدد حقوق من تعاون معك من أجل هذا العمل فبتعطيه ماله وعليه ربحه لأن الربح تم تحديده مسبقا فالمال اللي أنت أخذته من هذا ليس حراما وليس من قبيل اللبع ولكن ده من قبيل من قبيل عقد التمويل وأنا بقول كده لأن الناس كتير من فرقش بقبيل ده بقوله بدا أنت أخذت فلوس من البنك يبقى أنت اقتردت من البنك واقتردت بفائدة يبقى أنت على طول كده مرابي أنت دخلت في الربح فالراجل يتخض بس هو ده مش حقيقي هو العقد ده عقد تمويل وليس قردا طب هو ليه ما قالهوش كده ما قالهوش أن عقد ده عقد تمويل خلاص هو أصلا لفظ القرد ترفع من القانون فالبنوك بتعمل في ثلاث حاجات بتعمل البنوك بشكل واضح في مسألة التمويل ومسألة التسايلات الاقتمانية ومسألة زيادة رؤوس الشركات وده معنى إيه؟ أن المال اللي أنت أخذته ده مش قرد المال اللي أنت أخذته إيه؟ ده نوع من أنواع التمويل ولذلك هذا المال حلال ولا تستمع لأي حد يحاول أن يشككك ويحاول أن يجعلك تتوسوس فيه هذا المال الذي أخذته المال اللي أنت أخذته من أول لحظة ده كان مالا حلالا وكذلك المال اللي أنت أنفقته في أولادك كان حلالا فما تتوسوس خالص 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 أنت فعلت الحلال وهذا ليس من قبيل كل قرد جرى نفعاً ولكن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل التمويل فالريع أن أنت بتحصله من المال ده في مشروعك وكمان الفلوس التي تدفعها عن البنك في مقابلة تمويله لمشروعك الاتنين حلال وليس فيهم حرمة فلذلك لابد أن أنت تكون فاهم ده بشكل واضح لأن الحقيقة لو أنت مش فاهم ده بشكل واضح ممكن يؤدي ده بيك لأن أنت تفضل في دائرة الوسواس وسواس 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 ولما تعيش بقى في دائرة الوسواس إلا حصل تفقد نعمة ربنا وتحس بأنك أنت مش قدر تعيش وأن الحادي صعبة وأن ربنا بيعمل فيك كده ليه؟ وتحتخل في دوامة ما لهاش أول من آخر أنا مش بقول أن دوت هو سبب تعليل الحكم ولكن السبب في الحقيقة أن ما فيش قرد واحد بيدي فلوس لقرد وهو قصد أنه هو يعمل إيه؟ يربح ولا المقترد واخد المال وقاصد أنه يربح البنك زي ما البنك بيربحه يبقى إذن العقد ذات لا يمكن يكون عقد قرد وعقد قرد ده من عقود التبرعات لكن العقد ذات من عقود المعاوضات ولذلك ده اسمه تمويل والتمويل ده جائز والتمويل ده كمان من يعتمد عليه فيه كسب يكون كسبه حلالاً فلازم نكون واضحين ده فالمال اللي أنت أخذته وسعت بمشروعك حلال وليس فيه شبه ترجمة نانسي قنقر